السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زكي حبيبي يارب تكونوا في خير وفي احسن حال النهاردة حبيب قلبي منعمل صنية العروسة مع بعض اللي قلتلكوا عليها معايا كيلو من الرز معايا ربطة 3 ربط شبط بقدونس كسبارة ومعايا 3 فلفلات رمم قطعاهم حياتة صغيرة ومعايا كيلو او كيلو نص من الطماطم مبشورة ومعايا ايه اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي معايا معلقة من السبع بوهرات ومعايا معلقة ملح كبيرة ومعايا اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي معلقة كبيرة من الكسبارة والكمون والفلفل السود لاني انا بجيبهم سلام وبطحنهم يعني احمصهم عن نار وطحنهم بيدوا طعمه وريحة ونتيجة حلوة جدا وكمان حاسيت ان الطماطم قليلة جبت كسين من السلسة وفضتهم عليها وطبعا شوية زيت حلوين كده وطبعا انا ما حطتش فلفل حراء لان انا عارفة الناس دول ما بيحبوش الحاجة الحراءة فاستكفيت بس بالفلفل الرومي وطبعا الفلفل السود نحط شوية زيت كويسين حلوين كده وطبعا ما عليش بفض من حاجة لحاجة عشان بصراحة ما عنديش ايه اه حاجة واسعة عشان اقلب الحاجة براحتي يعني تمام بس وهحش معاكم حباب قلب شوية ايه منبار كده وطبعا واحنا بنحشي يا جماعة ناخد شوية خلطة قليلين يعني من اللحة هنحشي بيها بحس ان ايه يبقى اه لو فضل مننا اه رز ما يتبهدلش كله بالمنبار تمام فطبعا انا خدت شوية اه خلطة قليلين وزا ما انتوا شايفين بحشي كده وكمان حباب قلبي المنبار ما يبقاش مليان يبقى يدوب كده مهوي وطبعا ما يطربتش ولا انه يفرقع فاهو زا ما انتوا شايفين اهو بنفضه من البتاع وبهويه وببطته كده عشان ما يبقاش ايه مليان طبعا لما ينزل في المياه هيزيد عشان ما يبقاش معجن من جوه ومكتوم يعني تمام تمام ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم هنا معايا كيلو الا ربع من اللحمة ولازم تقولي للجزار ان انت هتشوي اللحمة دي على السيخ ليه لانه ممكن اديك اي حتة لحمة وانت بتعمليها على السيخ تقع منك تمام اه شايفين كيلو الا ربع شايفين البصلية صغيرة جدا وعصرتها تلت تربع معلقة فلفل اسود خدي بالك الكفتة دي ما فيهاش توابل خالص فيها فلفل اسود وملح والبصلية الصغنانة اللي قد اللامونة عصرتها من المية ومسكيها بقى ادعكيها دعكة جمدة وخلي بالك علشان تقولي له الكفتة الكفتة جماعة اللي بتتحطة على السيخ والله العظيم انا بقولوك كل حاجة بصراحة زي ما قال الجزار ما تقولي له ان انت هتشويها على السيخ على الفحم لانه ممكن ادكي اي حتة وانت بتعمليها هتوع منك مهما تكوني عجنها هتوع منك فبس دي نصيحة وجبت طبعا نص كيلو طرب اللي هو المنديل بتاع المنديل الضاني ويبقى رؤية طيب عايزة برضا اقول معلومة ان برضو هتلاقي في الطرب بس هوان مش هيزرعهولك يعني هتلاقي في حتة تخينة وحتة رؤيقة تجنابي الحتة تخينة لانا مش هتعرف تتلف معاك اغدبالك يعني تجنابي الحتة تخينة خدن ده نص كيلو هتلاقي فيه ده وده يعني تمام ويزا ما انتو شايفين كده ما عملاش اي حاجة غيران احنا دعاكنا شوية اللحمة كويس كده لازم اكوني بتاع جيني عاجينة عشان الانسجة كلها تدخل في بعضها وتبقى مرنة حبيبة قلبي معاكي بس هو اللحمة بيفرملك حتة من الرقب على حتة حتة من الدهون على ما شايف هو هو شغل هو عارفه وزا ما لفتها لك كده زا ما انتو شايفها هنا بقى جبت كان ما عندي طبعا جايبة فشة وجايبة طحال غليت ميا وحطيت الفشة والطحال فيه لمدة غلوة كده وبادلق الميا دي وبعد كده بنحط ميا نظيفة طبعا ما بنحطش في الميا دي منكهات يعني بنحطش فيها بصل والجو ده لا لا خالص بنضلق الميا بعد ما تغلي غلوة الكلام ده كله ونحط ميا تانية نظيفة اهي طبعا انا قطعت المقطع ده لا ايه ده لا ده لسه ما قطعتوش اه بنقلب وبعد كده هنجيب ميا نظيفة ونحطها ونحط بقى فيها بصل وجزر وطماطم وحبهان وفلفل سود بس اهان اه مقطع ده اهو ده بقى اللي انا سلقت فيه وحطيت فيه جزر بتعرفي منين انها استاوت بتعمليها بالشوكة بتلاقيها بتدخل بكل سهولة تمام طبعا الشربة دي بنرميها ما بنستعملهاش تمام اه بس اه وملحوظة عايز اقولك الطحال لما يبرد خالص القشرة او الجلدة الخارجية دي لما الطحال يبرد بتقشريها بس تقشريها وترميع عشان تعرفتك ليه بمتقعدش حاجة تندغ معاك يعني هنا طبعا جبت شوية فحم والشوية دي انا اشتريتها في نفس اليوم اه مش احل حاجة الشوية دي يعني بس هتقد الغرض وخلاص كنت عايزة حاجة رخيصة امشي بها الدنيا وطبعا كنت مستعجلة الكام في الفلال انا حطيتهم دول حطيتهم عشان بعد كده هافرمهم وحطهم في الكبدة وانا بعملها تمام فكت عايز انجز فكان عندي حتة الشبكة دي حطيتها كده وحطيت كام كفتايا عليها عشان كنت عايزة اخلص فممكن تعمليها على السيخ وممكن تعمليها زي ما حضرك شايفة كده تمام حبيب قلبي معلش حباب قايب شوايا حاجة عشوائية كده وعايز اقول لكم الكفتا جميلة جدا نسيت اقول لك راشة سكر للكفتا دي 3 تربع معلقة فلفل اسود او معلقة فلفل اسود صغيرة مليانة فلفل يا جماعة يكون يعني انت محمصة وطحنة فرش لان هو ده اللي بيديك النتيجة الجميلة وهتلاقي الكفتا طرية وجميلة لانها ما بتاخدش وقت تمام ما بتاخدش وقت خالص فهتلاقها طرية ومسكرة والدهون طول ما هي بتتشوي الدهون بتنزل عليها بتطريها مثلا ما احتاجها بيكين بودر ولا ما احتاجها نشادر ولا ما احتاجها الكلام ده كل هنا طبعا انا غليت ميا للمنبار حتت فيها طماطم وحتت فيها جزر وحتت فيها حبهان وحتت فيها كل المنكهات وحطت المنبار فيها هنا كان خلاص حطت بقى جيت اعمل الكبدة طبعا هنا هحمر الفشة والطحال وقطعتهم ده بعد ما بردوا وقطعتهم وحط كمية زيت كتير لان كمية الزيت دي برضو هستعملها في المنبار تمام وحطوا زيت كتير يا جماعة عشان منبار ما تتطروش انتوا تقلبوا يمين مش مال تريحوا نفسكم وفي نفس الوقت يطلع مقرمش هنا الطاصة دي او الصانية دي سخنتها جامد ونزلت بيها شوية زيت وحط نزلت بالكبدة والكبدة دي انا لم قطعها على ايدي لان الجزر بيقطعها لي ايه مكعبات بصراحة بتبقى غابية في اكلها فقطعناها رفيعة كده وكان بصراحة مديني حتة قلب شلت حتة القلب كده عشان انا عايزها كبدة بس تمام هنا قطعته نص طمط مية كده تقط شات كده من وقت التاني بحب اغاية رحط حاجات بسيطة كده اه طبعا الزيت بتاعي سخن نزلت بالفشة شوية حلوين كده تمام والكبدة طبعا مستبهاش على نار يعني بتبقى طرية وحلوة كده مستبهاش على نار كتير طبعا داكوس براكمون فيلفل اسود برضو انا طحنة محمصة وطحنة على ايدي الخلطة دي فلفل اللي انا شويته وفلفل تاني اخضر رومي فرش وحطت فلفل ايها حرقة صغيرة وتوم راس طوم حلوة وهنا حطيت معلقة سويا سوس ورش الزنجبيل تمام وهنا حطيت نص التمات مية اللي انا مقطعوها وكل حاجة صغيرة بتحطيها بتضيف طعم مختلف هنا حطيت معلقتين زبدة فلاحي نية مش متسياحة طبعا مش قادر اقول لكم بقى انتو عارفين الزبدة الفلاحي دي اخبارها ايه وجمالها وحلويتها ازاي يعني هنا طبعا حطيت على العين الكبيرة الفشة والطحال والكلام ده واول ما اتطلعوها حبايب قلبي الحاجة دي طبعا هتطلعوها على منادي المطبخ وترشه رشة كسبارة كمون في الفلسود لا غنى عنهم يعني ده الاساس يعني ده اللي هديك الطعم الجميل وايه دي الصينية بتاعتنا الجميلة اهي والعيش ده انا كنت عملته معاكو قبل كده عيش بالسبانخ وعيش بالطماطم طعم وشكله كمان عجناب الزبدة اي نعم الاكلة دي عايزة عيش بلدي ولكن حبيت اعمل اشكال مبهجة وما حبيتش اشغل الصينية بالطماطم والفلفل الالوان والكلام ده حسيت ان اللون كده كفاية انا رادية به بشكله زريف ولطيف كده وممكن تقديمة حاجة جديدة وممكن اول صينية عروسة تبقى اعتقد مش عارفة امشوفش كل صينيوان العرائز بس كان من وجهة نظر ان انا اعملها كده يعني ده خيالي وهم كل اللي طلبوه في الاكلة دي المنبار لان قال لي خلت انت بتعمل المنبار حلو بس طبعا اكيد يعني يعتبر زي من معزة وفاء فطبعا لا مش هعمل منبار بس طبعا عملت زي ما انتوا شايفين كده الكبدة والفشة والطحال وطبعا حطيت الكبدة في التاجن ده وكمان ما علاقة زبدة بلدي كده سيحة ناية كده على الوش كده تسيح مع السخونية عايزة اقول لكم ايه رأيكم في الصينية قولولي في التعليقات ايه رأيكم في الشكل ده وايه رأيكم في خيالي ده ده خيالي اقولولي ايه رأيكم في التعليقات بشكركم جدا